السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دي سامدي هالنهار ان شاء الله غادي نقدم لكم الموضوع ديال الفرق ما بين الارانب البلدية والرومية والكروازية انا حاولت انني غادي نقدم لكم هاد الحلقة يعني ماشي غيب موضوع كموضوع ولكن غادي نوريكم فينا الكروازية والرومية والبلدية هاد بها دي كتشوفو في راوحد نتوى راها بلدية انتم موكي ما كتشوفو الصيفات ديالهم مكيشبووش بزاف الكروازية ومكيشبووش بزاف للرومي الرومي راكم عارفين كاينين السوليال هاس معروفة كاين البابيون كاين كاليفورني كاين شانشيلا نيو زيلاندي هاد هم اللي كنخدمو بهم بزاف انما هاد البلدي والرومي بحقها ما عندهمش اسماء ولكن كين كيفاش نفرقوا بيناتهم بحده بها هاد الام هاد راها صغيرة اه مشي صغيرة صغيرة في العمر هي كبيرة في العمر ولكن صغيرة في الحجم انتم موكي ما كتشوفو معايا حتى هادي را الاخ ديالها ها راها بلدية هادي بلدية الى اللحظة معايا هاد القنة هادي راها رومي رومية عفوا كان وازية هادي هو النوع اللي كيكون شارك ما بين البلدي والرومي يعني مني كان زوجو ما بين البحلبة هاد هاد هادي راها رومية هادي راها شانشيلا هاد ذكر راها راها بابيون اينا مشينا تزوجنا بيناتهم هاد 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 السولالات يعني ما بين ما بين يعني الرومي وما بين هاد البلدي البلدي هكا غادي يعطينا كروازي اللي هو هاد الشكل هاده هاد كروازي إذن هذا هو الفرق ما بين هذه السلالات يعني الفصائل هنا نقول يعني الطريقة ديال الأكل ديالهم طريقة ديال الأكل ديالهم سبحان الله أن الكروازي من هذا النوع هذا ومن هذا النوع الرومي يحتاجوا الأدوية بزاف أولا خاصهم وحد نظام خاص ديال الأكل يعني خاص ضروري أنك تعطيهم وحد نظام خاص ديال الأكل إنما هاد البلدي سبحان الله كي يكل كلش يعني كي الناس يعني هدي تجربة شخصية هنتمو هاداك للكاجل هاي هتوورها بلدي هاداك ذاكر كما قلت لكم الماكلة ديالهم الماكلة يعني يعطيهم اللي كان الناس يقولوا يعطيهم اللي كان يعني القشور يعني المناعة ديالهم كتكون كي الناس اللي ما كيعطيهم مش دواقع يعني ممكن أنه إذا جاءت فيه لا كوكسي دية وحد نها ممكن أنكم تعطيوه يعني الخل يعني الخل صافيا هذا هو هذا هو الدول اللي كي يستعملوه هنا بعد الفئر في البلد ديالنا بالنسبة للبلدي أما بالنسبة للرومي فضروري أنكم تدروا نبرة يرتسمهم دموي تهدو تقدروا تدرواها لهم يرتسمهم دموي إنما هما يريزيستيوا كثر تكون عندهم المناعة كثر سبحان الله يعطيهم الله هذا الطريقة هكا القضية للدوايات ضروري أنكم تحصنوا الانانيب الرومي أما الناس اللي بغوا يدروا الكروازي الكروازي تهوكي تحصن أما بالنسبة للبلدي هكا هاد البلدي ممكن أنكم ما تحصنوش وصيد ربي كي يجيب تيسير هو عنده مناعة بلدي احنا كنسميه بلدي يعني شي حاجة بلدية قضية ديال التربية ديالهم تماما كي بحالها بحال التربية ديال الرومي وديال الكروازي يعني أنا أشاركهم ديال في كاج واحد أنا أجبت لهم لكم باش نوريهم لكم يعني تطبيقي القضية ديال الولادة ديالهم العدد ديال تحل كي يولدوا الرومي والكروازي والبلدي بحال بحال الفرق بيناتهم هو أنهم ما كيش يجبوه لميزان يعني هادو هادو مثلا هادي هادي را عندها عام عام بالنسبة إلا كانت رومية را تبارك الله را تكون كبيرة وكبيرة بزف هادي عندها 8 شهور هادي عندها 8 شهور راها كون كانت بالنسبة يعني الرومي را تكون تقريبا ضوبل ديالها هادي ما كان هادرو على المستوي اللي غادي توصل له يعني الأرنب المستوي غادي توصل له الأرنب الرومي را تقريبا الضعف ديال اللي غادي وصل له البلدي بالنسبة للوحوم عادي كش حاهم واحد كي يقولك اللا البلدي حح أحسن وهي على حسب الماكلة دياله يعني الناس اللي كي اعطوا السيكالين السيكالين راح تهو كي تعتبر تهو يعني فيه عناصر غذائية مهمة انما هاد البلدي الناس كيفضلوه علاش لانه كي يكل الاشياء يعني البلدية يعني المباشرة انه كي يكل قشور ديال كما كتشوفون عاطيها لقامة هدي راها بدلت عليها الكاجو حليش شوية ما بغاش تاكل ولكن راها كتاكل لقامة كي يكلوا القشور ديال اي حاجة عطيتها لهم راهم كي يكلوها تبارك الله مشي بحل الرومي الرومي خصك تعودو خصك يعني بتحضي يمرض لها كلها هادو يعني قاعد الناس اللي يجربوهم كي يقولوها كي يقول لك يعطيهم اي حاجة مساك نراهم عايشين حلقة ديالنا راها سهلات الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا ان شاء الله غادي نديلكم حلقات على هاد كيفية التعامل مع هادو الكروازيين والبلديين لان هادش جانب اني بناء على طلب بعض الاصلقة الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جرس وتكيو على زر جانبش سندونا الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله اشتركوا في القناة